اصدقائنا ومتابعينا الكرام متابعي اهل مصر في كل مكان اهلا وسهلا بكم في لايف جديد النهاردة هنتكلم مع البنوتة الجميلة دي الليها طبعا جمهورية مصر العربية كلها بتتكلم عنها هي بنوتة جميلة هادية رقيقة كانت بتعبع عن فرحتها بنجاحها بتخرجها حاجات كتيرة اوية اتاولت الفيديو 12 ما شاء الله بقيت تريند الجمهورية هي كانت عايزة كده ولا لا ايه السبب وايه النشر الفيديو ده حاجات كتيرة اوي هنعرفها من سامر عنطر معانا في اللايف تابعونا ايه قولي ان يا سامر بقى ايه قولي ان يا سامر بقى ايه حقيقة الفيديو ده واشرحينا بقى احساسك كان ايه وقت تخرجك بس الاول هو كانت فيديو عادي زي ما اتكلمت وانا شايفة ان هو مشوش حاجة غلط خالص انا نمت لقيت نفسي نفسي تريند بس فانا كنت عايزة اعرف ايه اللي حاصل لده كله انا كنت بفرح زي اي حد كان بيفرح بالتخرج ده اه مغلطش اي حد بيستنى اليوم ده بس فانا استغربت من الكومنتات السخيفة اللي بيقولها الناس يعني فمش عارفة ليه كل ده يعني يعني حاجة انت مش مش مخططة لها ولا اه لا لا زي ما بيقولوا ان انا بخطط ودفع فلوس عشان خطر التريند اه انا مش عاملة كده خالص خالص اه ودليل على ده ان انا مش بنزلها عمدي على الصفحة بتاعتي تمام علشان اكسب منها زي ما بيقولوا بس اه طيب قليلنا انتي ازاي انتشر الفيديو ده ازاي اوه يعني انتي دليل حد ولا حد صرابه ولا اتفق من على صفحة لا الشركة اللي هي كانت بتصور كلها في الحفلة اه صورتنا كلنا تمام بس فكلمني قال لي يا صمر الفيديو بتاعك حلو خالص فانا هعملك تاج او اشارة قلت له خلاص تمام ماشي بس فا ما مكملتش اي حاجة خالص سب يعني هو مجرد احتفال بالتخرج اوه زي زي اي واحدة اوه اوه انا مش شايفة ان فيه غلط خالص اوه وانا فخورة بالله انا بعمله بجد لان انا تعبت في حياتي كتير وده اثبت لان انا بكمل اه بكمل صح اه مش غلطاني نهائي 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 انا زي زي اي واحدة انا مش اول ولا اخر واحدة رقصت الحفلة كان كلهم كلهم بيرقصوا كلهم كانوا بيرقصوا طيب تتوقع ان يكون فيه حد مثلا مرتب وراء نشر الفيديو ده ان هو مثلا يضرك او يسببلك ازماء ولا هي جات مجرس صدفة لا هي صدفة 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 بس طيب بعد كده حضرتك طلعتي في فيديوهات او في كنت الناس كان بتحاول توصلك عشان تعرف حقيقة الفيديو وكان صعب ان هو التواصل حضرتك يعني جيتي امبارح وما شاء الله ظهرتي وسائل الاعلام وبتوضحي موقفا حقيقا اه كان ايه سل اختفاك مثلا اليومين اللي فاتوا بعد ان تشار الفيديو اه كنت موجودة عادي انا اكتر حاج كنت بعملها في ناس كتير اوي كانوا بيقولوا ان انا زعلانة اه كنت زعلانة من الكومنتات فعلا كنت زعلانة جدا من انه اللي مزعلن ان البنات هي اللي عملت كده بيشاركوا فيديوهاتي وشتايم وحاجات تكسب بصراحة دي حاجة اللي اكتر حاجة انا كنت بعملها كنت بامسك التليفون وكان اي حاد يبعتلي مثلا كومنت ولا اي حاجة كنت بدخل اتفرج كنت بشوف من اللي بيعمل الكومنت من اللي بيقول عليا كلمة مش كويسة اه مرقباهم مرقباهم عشان اشوفوا من معايا ومن عليا تمام بس اه يعني حضرتك مش مش انت ايه اللي ورا الموضوع ولا التخطيط لهم لا كتير كتير بيقولوا ان انا بسعى ورا الترند انا مخدش الترند انا مخدش الترند زي ما بيقولوا دي اول حاجة تاني حاجة ادخله عندي على صفحيتي مش هتلاقوني منزله اصلا حتى من ساعة ما تخرق من ساعة الفيديو ما حصل اه اخدته ونزلته استوري بس ما نزلتهش ريلي اصلا بس بس طيب قولي لي ايه تقسر لي بس انا عايز اقولك على حاجة انا اولا انا ولا اول ولا اخر واحدة رقصت تمام مش انا بس وكمان انا اعتبر ما عملتش حاجة يعني انا ده ده مش رقصة ولا ولا قسمت ولا 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 هزيت ولا الكلام ده كله تمام بس وشانا بس يعني يعني فيه ناس كتير كانت بترقص وبتقسم بدون ذكر اسماء بس كان فيه حاجات نفس المظاهر دي في الحفلة انا فيه بنات كتير اول مسكة فيه بنات كتير مسكة بترقص بتقسم لبسة فستين سواري اه كأنهم انا مش عايز اغلط خالص بس يعني مش عارفة يمكن عشان كنت مميزة شوية ببدلتي بالسكورف بتاعي بالوشاح بتاعي ادو كل الموضوع بس وكنت يعني عادي وممكن نقول عشان انت شخصية مشهورة من الاول انا كنت بلوجر بس بس على قدي بسعد بس العرسان بسعد اي حد محتاج مني حاجة يعني كنت عادية خالص طب هقولكو على حاجة انا دلوقتي كان عندي فاندين تمام واتشهرت جدا بجد اكسم بالله اتشهرت جدا ما عملش ضجة زي ما عمل في التخرج بس فاشمعنا الوقتي دا دلوقتي في حوار التخرجي ما هو دا السؤال اللي احنا بنسأله ليه الوقتي دا عشان كده الناس كلها خاملت ان اخ خلاص اتخربته بتدور على شغل فبتسوق النفس الكويس بالحفلة دي لا انا مش بسوق لنفسي ولا في دناغ الشهرة انا قلت اول حاجة ان الترند بالنسبة لي مش نجاح بس طيب ما بتحبليش الخير خالص وانا مبسوطة باللي انا في مبسوطة جدا انا تعبت مش اي حد مش اي حد عرف يوصل اللي انا في انا تعبت بمجهودي اه تعبت 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 اه اثبتولي ان انا ماشي صح اه اتمنى اه كل واحد يبقى بحاله بجد والله لان الكلام مش لطيف اه انا حاسة ان محاوتني كلام سلبي ولكن انا ما عملتش انا ما اجرمتش ما عملتش حاجة غلط اه ما كنتش في كبارين الحمد لله انا احلي كانوا معايا ما بعملش حاجة غلط وده مجرد فيديو في حفل التخرج وحاجة حلوة ان انا رايحة استني مش هدتي ما بعملش اي حاجة غلط وحاجة كمان انا التخرج بتاع مكانش في الجامعة هو ده السؤال اللي جاي كل الناس لفت انتباهها ان كانوا متخيين ان الحفلة دي داخل حرم الجماعة لا مفيش الكلام ده الحفلة دي انتم ننظمينها مع بعض خارج الحرم الجامعي فقعة اه خاصة بيكون اه لان لان الشركة لان الكلية كانوا مطلعان قرار ان مفيش هما مش هيبقوا مسؤولين لأي حفلة برا ولا الكلام ده كله في فيديوهات كتير يعني في بنت طلعت اللي هي بتتخرج من النوبة على اغنية اه اه يعني انا مش عارفة ايه المشكلة يعني ايه انا مش عارفة طب انت تتوقع ان تكون دي مسلا اه حرب ما نقولش حرب يعني ممكن حاجة خطة كده اه لازائك تتوقعيها تتوقعين اه طيب ردك ايه ردك ايه ايه الخطوات اللي جاية خطوات اللي جاية ان انا هكمل مفيش حاجة هتوقفني انا قوية مفيش حاجة تعبني لاني مغلطش في حق احد اهلي واسكن فيا الحمد لله عارفة ربنا كويس اه ده اثبت لي مين معايا ومين علي مين بيحبني مين مش بيحبني اه فخورة بنفسي بجد لان انا زي ما قلتلكم انا تعبت كتير تعبت فيه فيديوهات يعني كنتي خارجة فيها متعصبة وبتقولي الفوز ضيئة المتابعين شوية اه ده كان طبعا بعد فيديو بتخرج ده انت كنتي قصداها ولا العصبية والوضع هو اللي جاو برت انت مثلا انت تطلعي خلاص انتي خرجت عن طاقتك وعن شعورك وكان لازم ترد بكلمات صعبة اول حاجة انا انا شلت ده هو كان ستوري اصلا تمام انا كنت مضايقة جدا لما الاقي البنات انا قفلت الكومنتات انا كلمت صاحب الشركة اقلت له اقفل الكومنتات انا مش مستحملة كلام زي كده وانا زي زي اي حد اي حد من الشركات او هما بينزلوا الفيديوهات بتاعتهم ان هم مبسوطين ان هما بيتخرجوا انا عادي انا قلت الموضوع عادي انا محتشن مش بعمل اي حاجة محترمة جدا ام مش شايف ان فية اي حاجة غلا خالص دي حاجة بس طيب نرجع زي ما كنا بنقول ايه العادات والتقاليد هنا في قسيط وفي الصعيد عن متن هي اللي بترفض التصرفات وإن كان الإنسان بيعبر عن فرحته أولا ثانية معلش أنا لما تكلمت أو شتمت قصى من بعز جلالي لا أنت لو ما كاني مش هتستحملوا الكلام اللي تقالي يعني كل الناس بتروح أفراح كل واحد اتخرج أكيد رأس أكيد أنت روحت فرح أخك ورأست ومسكت بدلتك ورأست أكيد أنت يا طنت أكيد أنت كنت بتفرح ببنتك وهي فرحها بترأسي قدام الناس وفيه اختلاط أنا ما غلطتش ما عملتش أي حاجة غلط وأكيد أنت بترأسي فرح أخوك وأنت كمان بترأسي فرح أختي أخوكي بترأسي لابسة فستانة ومبين تفاصيلك أنا ما عملتش مبينة حاجة ما عملتش أي حاجة ويوم ما شتمت شتمت عشان خاطر حاجة واحدة بس لقيت بنات كتير خالص بنات كتير خالص عملالي إشارة وعملين مشاركة وبيشتموني بأهلي وأنتي 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 بتعملي في أسيوت وأنتي بتاع كلام وحش جدا ما ينفعش ما يتقال ما استحملته أنا ما استحملتهش على أهلي أهلي دول تجراسي ما ينفعش أن أسبهم ووشتمهم المفروض هم يفرحوا بي إحنا وصلنا للسؤال ده عشان كده ما استحملتش وطلعت رداته ومسحته ما كملتش نص ساعة علشان في خاطر بنات بتتبعني أطفال صغيرة أنا قلت أنا على قدي وأنا مش قدوة لحد خالص وأنا مش ربنا وأنا مش ملاك وأنتو مش ملايكة عشان تحكم علي إنتو ما تعرفونيش تمام طيب هنوصل بقى لسؤال مهم جدا رد فعل والدك والدتك على الفيديو كان إيه إحنا طبعا شفنا والدتك معايكي في حفلة التخارب وطبعا كانت فرحانة بيكي بس وكيد ما كايش تتوقع عن الفيديو انتشر بالشكل ده لما شفتوا الفيديو بقى والدك والدتك عملوا ايه هو في الأول أنا كانت بنت أختي بتصورني بتليفوني وابا شاف شاف شكلي وشاف يعني أنا بتكرم مع الدكاترة ازاي وكل الناس على فكرة انتو في ناس قالت لبصت الناس مستغربين لها ازاي وهي دخلة أنا ما عملتش حاجة غلط أنا يدوبك اتنشيت 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 وعملت حركات كده عادي ما قصوتش والله ولا حركاتش عبية أنا كل الناس بترقص أصخم مني أنا كده ما رقصتش يعتبر ده مش رأس ده ما نسممهوش رأس خالص يعني اه الناس مجبورة بي بطريقة انتو شفتش الفيديو من أوله وانا دخلة بهبتي انا دخلة بهبتي ومشي بثقة انا تعبت انا بقول للناس دي كلها انا تعبت في ناس فشلة ومش في دمخة التعليم انا تعبت في حياتي وناس كتير يعني كانت عايزايا للشر من زمان جدا محدش كان عايزني أكون نفعة وانا بقول لهم من هنا انا نفعت وازبت ده لكل الناس وعايز أقول لكل البنات طول ما أهلك وأبوك واسكن فيك كملي ما تبصش وراك طول ما انت مصدق روحك ما بتعمليش حاجة غلط ما بتقزيش اي حد حواليك خلاص خليك دايما صح انت ما بتعمليش حاجة غلط طول ما أهلك وأبوك يا أبوك وأمك فضهرك خلاص ما لكيش دعوة بكلام الناس لو بصونا لكلام الناس احنا مش هنتقدم لقدام خلاص هم عايزين كده خلاص طيب دلوقتي جاوبي بس على السؤال باباك ومامتك الرد فعلهم ايه اول ما شافوا الفيديو ده هو منتشر ولا لما شافوا الفيديو على تليفوني لا لما انتشر لما انتشر هو قالوا عادي مش مشكلة ما كل الناس والمشاهير كلهم يعني ازا كان الرسول انتقدوه يعني شكلوه سبو يعني تمام هما كانوا وقفين جنبي كانوا وقفين جنبي هما كانوا وقفين جنبي خالص خالص بس المشكلة تم انتات وحشة جدا هما مستغربين طب انت عملت ايه برغم انه هما شافوا فيديوهات كتير قوي قوي اللي بنات معايا في الدفعة هما على راسي طبعا بس قالوا اش معنى انت اش معنى مثلا من المية وحاجة من البنات اللي موجودين واستخطلات وولاد والكلام ده كله بيقولوا اش معنى انت ممكن اكون عشان كنت مميزة ببدلتي بهبتي بدخلتي انا ما عملتش اي حاجة خالص وممكن يكون برضو بسبب الكلام اللي على الفيديو بس ادو كل موضورة طيب انت قلتي الخطوات الجاية هتكون ايه رد فعلك على الانتقادات والكلمات اللي بتهجمك ده تعملي ايه انا هجازي اي حد يشوه في صمعتي ويشوهر بي وياخد صور بتاعتي من غير استئزامي وده اكيد انا مش بحزر مع اي حد نهائي تمام بس لانا انا ما ازيتش حد والله انا تقول انا ما ازيتش حد اصلا ما ازيتكيش المشكلة جدت من البنات يعني ياسبتي لو في حاجة انت شفتها مني وحشة تعالي انصحيني على فكرة انا بقبل بقبل انتي ممكن تكوني ما تعرفنيش تعالي انصحيني اه خلي بالك انتي غلطي في كزا والله العظيم هشيلك على راسي وهقولك صح انتي صح احنا مش ملايك اصلا انا مش ملايك طيب هو دلوقتي برضو هتتوقعي يعني اكيد لسه الكومنتات اللي بديو هياخد وقته فانتي هتحاولي تبقي هادية ويعني تستوعبي الموضوع بهدول بس هل انتي اخدت خطوة قانونية ضد الناس مسلا لمشرة وعلاقات اخدت خطوة قانونية اول خطوة قانونية اخدتها واي حد بينزللي اي حاجة بخطة سكرينشوت وياخد اللينك بتاعه خلاص لان انا ما غلطتش انا ما قتلتش يعني ما عملتش حاجة غلط انا ولا في كبريه ولا فرح وده فرح يعني هو فرح حرام يعني انك تفرحي ده حرام لا طبعا انا مش حرام انا لو يرجع بي التخرج بتاعي تاني اقسم باللعمل اكتر من كده انا ما عملتش حاجة بس طيب انا عبرت عن فرحتي فعلا يعني انا ما غلطتش بس عجب يعني انا بس يعني انا الوحيدة بجد والله العظيم انا الوحيدة اللي اتخرجت في العالم كله في مصر كلها عشان كده تنتقدوني لا مش انا بس اكيد انتو شفته يعني وانا متأكدة كل شخص كل شخص وكل واحدة وكل واحد عمالي كومنت سخيف ومش كويس انت بذات نفسك عارف ان انا اللي صح عارف ان الفيديو اكسم بالله الفيديو مالوش لازمة اكسم بالله الفيديو مايستهلش ان يطلع ترينده اصلا انت عارف ان انا وانا الفيديو ملوش لازمة وعارف ان انا معملتش حاجة غلط بس انت بتعلق عشان خاطر تستفزني وعايز تزيد فبرحتك وانا الا قدر اقوله حزبي الله وانعم الوكيل وانا خصيمة اي حد يجيب سرتي في حاجة وحشة بس كسالة اخيرة هتوجهيها لمتابعينك ويل كل الناس اللي انتقدتك ولي ايدتك انا مقدرش اقول اي حاجة غير ان انا مغلدتش انا مش بحب ابرج اه لا ان انا بحب الناس انا مغلدتش والله انا مغلدتش نهائي انا بس عشان خاطر اهلي ادو كل الموضوع انا ميفرقش معايا كلام الناس خالص 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 انا انا صمر انا واسقة من نفسي والحد الان محدش يقدر يكسرني نهائي انا قوية جدا والكلام هو ممكن يكون بيديقني انا هقول لكم تاني انا بمسك التليفون بقلب 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 بركز مين اللي علقلي بشوف مين علق علي كومنت كويس كومنت وحش قال لي كلمة في حقي مش كويسة بشوف بقى اقرب الناس لي على فكرة اكتر ناس ترهنت على فشلي دي مش هتنفع اديني بقول لكم انا نفعت ودخلت كلية كومة انا بالنسبة لكليتي كومة وكليتي كويسة وانا بتشرف بيها وبتشرف بتشرف باهلي بتشرف بكليتي بتشرف بدكاتريتي الكلية ملحاش اي زنب ملحاش اي زنب عشان حد يتكلم علي باسلوب مش كويس احنا كلنا عيوب على فكرة بس ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة